مرحباً أنا أدعاهند كنا عائلة بسيطة كباقي العائلات نعيش حياة روتينية إلى أن نقل أبي عمله إلى مدينة أخرى وانتقلنا إلى بيت جديد كان ذلك في العطلة الصيفية ولكن ما كان ينتظرنا كان أفضع بكثير كان منزلاً جميلاً وهادئاً له في الخلف حديقة جميلة بها بعض الخردوات التي تركها صاحب المنزل يقول أبي أنه سيرميها حينما يتفرغ من عمله كل شيء كان عادياً إلا معاملة الجيران لنا فجميعهم كانوا يتحاشون التحدث إلينا وإذا ما رأونا من بعيد يبتعدون بسرعة وهذا ما أزعجنا بشدة فقد وصل الأمر بهم أن رأوا أختي سهة ذات الثماني السنوات تلعب مع إحدى بناتهم فنادوا ابنتهم بسرعة وأدخلوها البيت لم نجد سبباً لكل هذا وظننا فقط أنهم يخافون من الغرباء لا غير مرت الأيام وأنا أحاول أن ألاعب سهة حتى لا تحس بالوحدة فبعد انتقالنا بأيام تغيرت حياتنا كثيراً ووالدي رغم أنهما عرف بهدوئهما إلا أنهما صار كثير الشجار على أمور سخيفة وهذا أمر صار يزعجنا وكذلك بدأت تجارة والدي في تراجع مستمر شيئاً فشيئاً وفي إحدى المرات وبينما هما يتشجران خرجت أنا وسهة للحديقة الخلفية وقلت لها سهة هيا بنا نلعب لعبة فسألتني وما هي انظري الحديقة كبيرة فلنلعب لعبة الغميضة أغمطت عيناي وبدأت بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة وبعد فترة سألتها إن اختبأت فلم تجب فتحت عيناي وبدأت البحث عنها فجأة صارخت سهة هند بسرعة تعالي لقد وجدت صندوقاً جميلاً أسرعت نحوها لكن عند وصولي وجدت سهة مغمى عليها والصندوق إلى جانبها حملتها وأسرعت بها إلى داخل البيت سمعت أمي صراخي فجرت بسرعة نحونا حاولت إيقاظها ولكن دون جدوى بقيت أمي جالسة بجانبها تقرأ عليها بعض القرآن حتى استيقظت سألتها أمي ما بك؟ ما الذي حدث؟ قالت سهة كنت ألعب مع هند في الحديقة ولا أذكر شيئاً بعدها لقد جننتما كيف تلعباني وقت الظاهرة هناك؟ أظنها ضربة شمس لا تخرج مجدداً جلست مع سهة وبعد وقت قالت هند تذكرت أمر الصندوق أين هو؟ لقد نسيته في الخارج حالتك أخافتني هند أحضريه حتى نكتشف ما فيه لا أستطيع الخروج الآن ستوبخني أمي سأنتظر حتى تنام وأحضره بعد العشاء ذهب كل واحد منا ليخلد إلى النوم مع عداي أنا وسهة عندما تأكدت من نوم أمي وأبي خرجت مسرعة إلى الحديقة الخلفية وعندما اقتربت من الصندوق سمعت أصوات غريبة قادمة من مكان الخردة أرعبني الصوت وحملت الصندوق وهربت إلى غرفتي جلست بجانب سهة وكان الصندوق مليئاً بخرزات ودمية صغيرة غرزت فيها العديد من الإبار وصورة لامرأة مع زوجها قطعت في الوسط بقيت مجدهة من الصندوق ثم نظرت إلى سهة وإذا هي مغمن عليها رميت الصندوق تحت سريري وحاولت إيقاظها ولكن دون جدوى حاولت أن أكرر ما فعلته أمي بدأت في قراءة آية الكرسي وبضعت يدي على رأسها لكنها أمسكت بيدي بقوة وفتحت عيناها فقلت لها سهة حبيبة استيقظت الحمد لله لكن لا مجيب اتسعت عيناها أكثر ثم صرخت آي سهة أنت تؤلمينني أتركي يدي لكن سهة لم تتحرك ثم صرخت بأعلى صوتي وأغمي علي استيقظت صباحا كان كل شيء على ما يرام أظن أن ما حدث البارحة كان مجرد حلم مر أسبوع مليئا بأحداث غريبة كانت الكثير من الأشياء تختفي من المنزل زادت المشاكل بين والدي حتى أننا أصبحنا نسمع كثيرا تفكيرهما في الانفصال إن عزلت أختي سهة ولم تعد تحب التعامل معي هي فقط تمسك ذاك الصندوق وتحكم إقفالها وفي يوم قررت أن أرمي ذلك الصندوق فوضع سهة لم يعد يحتمل حملته خفية عنها ورميته في كيس القمامة وقفت سهة أمامي وأمسكتني من عنقي وصاحت بي أين وضعت الصندوق قلت لها أي صندوق تتكلمين عنه أنت تعلمين جيدا عن ماذا أتكلم لا تتحيل علي لكن اهتمامك به يزعجني لما لا تريدين الجلوس معنا اتسعت عينها وقالت أنت مزعجة أين وضعته في مكان لن تجده أبدا وفي تلك الأثناء غادرت الشاحنة بصندوق سهة الغريب وسقطت سهة فجأة ثم صرخت جاء أبي وأمي وحاولنا إيقاظها ولكن دون جدوى وأصر أبي على اصطحابها للمستشفى وقفت أمام الباب أودعهم ثم اختفت السيارة عن الأنظار فدخلت البيت واتجهت لغرفتي استلقيت على سريري أبكي فجأة سمعت جلبة في المطبخ فقلت في نفسي يا إلهي ما الذي يحدث أهي تلك القطة المزعجة مجددا ذهبت إلى المطبخ فوجدته عبارة عن مسبح مليء بالدماء كانت الدماء تتقاطر من كل مكان فيه لم أستطع تمالك نفسي فصرخت وحاولت الهرب لكنني لم أستطع كان هناك من ينسك بي من الوراء لم أستطع أن أفتح عيناي ولا أن أستدير لأراه حررت نفسي بصعوبة وجريت إلى البيت المقابل لبيتنا طرقت الباب بقوة فتحت امرأة كبيرة أمسكتني وأدخلتني بسرعة وأنا أرتجف أبكي حكيت لها ما حدث لم تستغرب الحادثة بل أطرقت قليلا وقالت يا بنيتي الجميع هنا يعرف ما يحدث في ذلك البيت وما الذي يحدث في بيتنا ردت وهي تنظر يمينا وشمالا كأنها تخاف أن يسمعها أحد هما مشعوذان كان يرميان أعمالهما في البيت الذي تسكنهم حاليا أذكر جيدا أنه كان يعيش هناك زوجان جديدان كان الرجل يذهب للعمل وعندما يأتي يجد على زوجتها أثار خدش بالسكين يسألها ولكن لا تجيب وفي يوم نسي أمرا ما فعاد باكرا ليجدها تحمل سكينا وتقطع يدها فحملها بسرعة للمشفى ومن ثم لأحد الشيوخ فأمره الشيخ أن يبتعد عن ذلك البيت فكل عائلة تأتي للمنزل يصيبها شر ذلك المشعوذ وزوجته لكن لما لم تخبرونا لم نستطع نخاف أن يصلنا شره يجب أن لا نبقى يوما آخر هنا يجب أن نبتعد معك حق يجب أن تغادر وبسرعة سمعت سيارة أبي تتوقف خارجا فذهبت إلي وأخبرته بكل القصة حينها قرر أبي أن نغير المنزل وفعلا بعد أيام تحولنا لمنزل آخر فعادت عائلتي لطبيعتها وفي أحد الأيام ذهبت إلى سهة حيث كانت في الغرفة الأخرى تلعب بعرائسها سهة أما مللت من اللعب بالعرائس هيا بنا نتمشى خارجا لا أريد أن أذهب أنا متعبة قليلا متعبة؟ جذبتها إلي ولما استدارت نحوي رأيت دما على وجنتيها يا إلهي سحة لقد جرحت نفسك لا لم أفعل لقد أخبرتهما أنني لا أريد أن أشرب الدم لأن طعمه مالح فطلت تخطب قليل منه لا غير ماذا؟ من؟ هما؟ شكرا لكم أصدقائي على متابعتكم لقصتي وأتمنى أن لا تكون قد أخافتكم لا شك تتسألون ماذا كان ورائي عندما استدرت حسنا عندما استدرت لم أرى شيئا فلا تقلقوا فقط أختي كانت مصابة بمس شيطاني والحمد لله شفيت الآن بفضل الله وبفضل أحد الشيوخ ولا تنسوا دائما قراءة الأذكار والمعوذاتين قبل النوم وإلى اللقاء حتى القصة المقبلة ومع تجربة جديدة ومغامرة جديدة مع السلامة